خلينا نروح لمباراة أخرى بالأمس وهي مباراة فرنسا وإنجلترا اللي كانت فيها حبس للأنفاس لحد يعني الدقائق الأخيرة من الشوط التاني وكل كان هنلعب وقت إضافي لا مش هنلعب وقت إضافي في أكتر من هدف يعني للأسف لم يعني يتم إحرازهم في الشباك شفت المباراة دي إزاي تحديدا وفكرة الفوز لفرنسا في هذه المباراة شايفوا فوز مستحق؟ جلترا كانت بتلعب حلو يعني أنا نعترف أن المنتخب الإنجليزي قدم مباراة يمكن هي الأفضل ليه وخلينا نقول برضو هي الأقوى لأن برضو على مستوى المنافسات اللي فاتت بالنسبة لمنتخب الإنجليزي صحيح التأهل عند دور الستاشر بعد الفوز كبير على سنغال بسلسية لكن منتخب السنغال ما ظهرش في أفضل حالاته ما واجهش صعوبة كبيرة لمنتخب الإنجليزي أنه يتغلب على السنغال لكن قدام فرنسا هو ده أقوى منافس ممكن تواجهه في البطولة هو حامل اللقب هو المنتخب اللي عنده أسلحة هجومية كتيرة تقدر تزعجك في أي وقت فبالتالي كان مواجهة ما بين قوتين عندهم أسلحة هجومية كتيرة نتكلم فيه المنتخب الفرنسي بابيج جيرو جريزمان عثمان ديمبلي المسلس ده وتحتهم جريزمان طبعا الرئة اللي بيتنفس بها السلاسي الهجومي ده ناحية تانية هاريكين في الفودن وبيلنجهام ومعاهم ساكا برضو نفس القصة يعني بيتشابه المنتخبين بشكل كبير جدا في طرق اللعب وفي طرق صناعة الخطورة منتخب فرنسا يمكن جون بمجهود فردي اللي قدر يتقدم به تشواميني لعب خط الوسط أربك حسابات المنتخب الإنجليزي شوية شفنا المنتخب الإنجليزي رغم وصوله بأكتر من فرصة على مرمع هوجو لوريس حرس مرمع وقائد منتخب الفرنسي لكن الفرص دي جاد بصعوبة شوية ما بين قدرة الدفاع الفرنسي على تحجيم خطورة المنتخب الإنجليزي لذلك شفنا أن المنتخب إنجلترا رجع للكرة التقليدية اللي كان انتهى منعه في عصر ساوز جيت من فترة كبيرة الكرات الطولية اللعب الكلاسيكي اللي أنت ما بتقدرش تخلق مساحات أن أنت تعمل تمريرات قصيرة أو تمريرات على الأرض فبتضر أن أنت تعمل كرات طولية وما كانتش أغلبها موفقة لأن ما فيش مساحات أن أنت تقدر لإنطلاقات الزهيرين أو الجنحي للمنتخب الإنجليزي الشوت التاني شفنا تفوق كبير من المنتخب الإنجليزي قدر يعدل من ضرب الجزاء حصل عليها في بداية الشوت التاني سجلها هاريكين وطيحت طبعا بعد طبعا تقدم جيروه مرة أخرى يمكن منتخب فرنسا لعب سياسة الخطف يخطف الفوز يعني خلاص هو مش محتاج أن هو يكون أكثر وصولا للمرمى مش محتاج أن هو يكون أكثر سيطرة يعني هو خطف وحافظ حافظ على الفوز ويمكن حتى رغم ارتكاب هرناندز مدافع منتخب فرنسي يعني خطأ سازج ودفع في ظهر ماسل ماونت بديل المنتخب الإنجليزي لكن ده والحصول على راكلة جزاء لكن كان سوق حظ للمنتخب الإنجليزي ويمكن البعض يرى أن ما كانش المفروض هاريكين هو اللي يسددها وحتى بعض الجماهير الإنجليزية طلبت بأن يعني يعني أنت سددت راكلة بنجاح ممكن تشوف كان حد تاني عشان يبقى برضو حتة الثقة وحتة المسئولية الكبيرة لكن يعني هي برضو بتبقى فيها جزء من التوفيق وعدم التوفيق يعني ونقدر نقول أن الكرة في إنجلتورة تحديدا أو المنتخب الإنجليزي نجح في كل حاجة إلا الفوز في قطر 2020 يعني هو طبعا يعني البعض بيصف هذا المنتخب بأنه منتخب سيء الحظ لأن بنتكلم فيه النسخة 2018 وصل للدور النصف النهائي خاد المركز الرابع بعد الخسارة من بلديكا في بطولة يورو الماضية خسر من المنتخب الإيطالي في المبرانة النهائية بعدما كان قريب من أنه يحقق لقب دايما شعار المنتخب الإنجليزي أو الجماهير الإنجليزية بتكلم على لقب بطول الكأس العالم اللقب الوحيد اللي حققه المنتخب الإنجليزي منذ ستة وستين ودايما شعار أنه البطولة ستعود إليهم من جديد في كل بطولة ولكن مع هذا الجيل وهذه المواهب الشابة كتيرة للمنتخب الإنجليزي ما قدرش أنه يتخط عقبت المنتخب الفرنسي لأن الحقيقة يعني برضو من سوق حظه أنه هو واجه المنتخب الفرنسي منتخب قوي جدا منتخب عنده يعني قدرة أنه هو يتحكم في سير المباراة أو يغير سيناريو المباراة بالشكل اللي هو عايزه في التوقيت اللي هو عايزه يمكن ده اللي نجح فيه ديدي شامب المدير الفني المنتخب فرنسا فده يمكن سوق حظ لمنتخب إنجلترا أكثر منه يعني عدم توفيق لساوس جيت المدير الفني نعم طيب هنتكلم على مباراة الربع يعني المربع الذهبي تحديدا بنتكلم على الأرجنتين وكرواتيا وفرنسا أمام المغرب يمكن اللي بيهم دلوقتي المنتخب يعني الدول العربية تحديدا الاطمئنان على المغرب ويتأهل المغرب إن شاء الله ده هيحصل شايف الأول مباراة الأرجنتين وكرواتيا زي يعني خلينا نقول إن هي تأهل الدرامي للمنتخبين يعني المنتخب كرواتيا أيهما أقرب وإن كان التوقعات دلوقتي يعني أصبحت توقعات صعبة غير مضمونة آه يعني يمكن أنا كنت راهينت على البرازيل وهولندا إنهم يتأهلوا أنا ما يتأهلوش راهينت على فرنسا والمغرب خلاص إحنا ناخد الحكة راهين عليه أو العكس هو اللي هيتأهل طبعا أنا راهينت على المغرب وفرنسا وتأهلو يعني أنا راهين على المغرب حتى من دور الستاشة إنها تتأهل ومن دور التمانية راهينت إنها عندها فرصة إنها تعدل برتغال وقد كان الحمد لله يعني طبعا مباراة كرواتيا والأرجنتين صعبة جدا ما بين المنتخبين منتخب كرواتيا شفنا كرواتيا شفنا إزاي قدر بعد ما تأخر في الوقت الإضافي عفوا أمام المنتخب برازيلي رغم المنظومة الدفاعية المحكمة اللي بيعتمد عليها ومن وراهم السد المانية الحارس ليفاكوفيتش اللي بقدم بطولة هيلة جدا لكن قدر إنه يعود ويقود أو يستدرج المنتخب برازيلي لركلات الترجيح اللي أجات فيها ليفاكوفيتش والمنتخب الكرواتي وتأهل نفس القصة بالنسبة لأرجنتين كانت متقدمة بهدفين على هولندا عاد المنتخب الهيلاندي امتد أمد المباراة للأشوار اللي ضيفها لركلات الترجيح ولكن كان برضو للحارس إيميليانو مارتينيز برضو تتوقع مين يعني أتوقع الكافة تميل نسبيا للمنتخب الأرجنتيني على حساب منتخب كرواتيا في حالة كده في المنتخب الأرجنتيني تحس إن كله نحن كده هنشوف في دور النهاء الأرجنتين أمام مين بقى من مباراة فرنسا يعني أنا عايز أقول طبعا منتخب المغرب نفسي لأن حتى اللعيبة يمكن قريد تصريح لعبد الحميد صابري لاعب بالمتخب المغربي ويقول ليه لا أن احنا ما نوصلش النهائي كاس العالم والبعض كمان كان بيستشهد بفكرة آه شفنا مباراة جيدة جدا انجلترا وفرنسا وفرنسا كانت قوية أيضا وقدرت اللي هي تخترق الجدار الإنجليزي تحديدا لكن الكل بيستشهد بمباراة فرنسا وتونس بالتأكيد يعني هي برضو هي واحد سفر يعني هي برضو مش عايزين ناخدها من القياس لأن منتخب فرنسا كان ضامن التأهل ساعتها وكان بيلعب بالصف التاني من اللعيبة لكن يبقى فوز تاريخ المنتخب تونس ما نقاللش من ده أن طبعا حتى لو كان النتيجة الأخرى في نفس المجموعة استراليا والدينمارك كانت خدمة المنتخب تونسي كان هيتأهل بهذا التأهل بهذا الفوز التاريخي على فرنسا كانت تحسب طبعا المنتخب تونسي لكن لم يوفق في هذا الأمر يعني منتخب المغرب أمام فرنسا زي ديربي كده أو حاجة يعني مواجهة كلاسيكية الكل بيتمنها بكل بينتظر إيه اللي هيحصل فيها أعتقد أن وليد ريكراكي حيفضل بنفس السيناريو المدير الفاني منتخب المغرب اللي بيعتمد عليه على أمل أنه برضو يحد من خطورة المنتخب الفرنسي واللي هيكون أصعب بكل تأكيد من أسبانيا والبرتغالي والأصعب أن إحنا أمام حقيقة واحدة أن التوقعات أصبحت أمرا صعبا في هذه النسخة الاستثنائية من كاس العالم 2022 قطر بنشكر حياك الأستاذ أمير نبيل الناقض الرياضي على وجودك معنا في صباح الشباب شكرا